نقطة تانية مهمة جداً ودي اللي أنا كنت بتكلم فيها لسه من شوية لما تلاقي الأداء التحكيمي بتدى يتعدل شوية بتعمل ايه؟ السنة اللي فاتت النادي اللي أنا هكلم عن نادي الأهلي برضو مش هكلم على حد تاني النادي الأهلي نادي الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت بسبب بعض الأمور الفنية والكلام الحلو اللي احنا عارفينه ده و بنقعد نتكلم فيه ولكن في نفس الوقت بسبب حاجة كبيرة جداً وهي الأداء التحكيمي الغير جيد أنا بحاول أوصف على قد تقالدنا و عادتنا في النادي الأهلي يعني إن النادي الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت بأشياء كثيرة ولكن الشيء الأكبر هو الأداء التحكيمي الغير جيد جون ما يتحسبش جون ضرب الجزاء واضحة وصريحة ما تحسبش ضرب الجزاء واضحة وصريحة طرد واستعرضت لحضراتكم الأخطاء على الهواء مباشرة وعدد النقاط اللي خسرناها السنة اللي فاتت أنا ممكن أعملها تاني ما عنديش مشكلة ولكن في النهاية زي ما قلت أنا بانتقد أداء حكم ما بانتقدش شخصية حكم قلت لحضراتكم إن أنا بقى أساني تجربة الخبير الأجنبي ده أكيد لكن في نفس الإطار انتقاد أداء مهما كان الخبير ده ولا مهما كان مين بشكل مهني ومحترم فالاعتداء على الحكام أمر غير مقبول الاعتداء على الحكام أمر غير مقبول وخرجهم بهذا الشكل من بعض المباريات اللي بتتلعب أيضا أمر غير مقبول صورة زي دي مش عايزة شوفها في أي مباراة ما عرفش ده مطش إيه لكن الحكام يخرجوا بهذه الطريقة وبهذا الشكل حتى لو انتقدناهم في البيت الكبير لكن لا نقبل أي تعدي على حكم سواء بهذا المنظر أو باللوف أو باللوف ولا باللمس ولا باللوف سواء مصري أو أجنبي شيء مشين وهذا الشيء أو هذا المنظر يسيء لرياضة مصرية عايز تضغط على الحكام لمجرد ان انت تضغط علشان هناك بعض الأندية بترد تخسر نقاط بالمناسبة للسبادري للسبادري اللي بيفهم كورة قدم وانا هنا بقى خاطب جمهور النادي الأهلي اللي بيفهم كورة قدم زي جمهور الأهلي كده حيبقى فاهم مني لسه بدري ممكن انتقد عشان اصح ولكن هقف مع فريق وكل حاجة زي ما بيعمل جمهور النادي الأهلي كالعادة لكن ان انا اشتم واعمل وبتاع لمجرد ان انا بضغط عشان الحكام ترجع تديني دربات جزاء وترجع تديني بتاعه الكلام ده كله نتمنى ان يكون هناك من لجنة المسابقات واتحاد كورة القدم بش عارف موقفهم ايه الحقيقة بعد اللي تقال عرفش ما ليش دعوة اتمنى ان هم يكون لهم انا بتكلم هنا على موقف حصل في الدوري العام المصري لانه يجب ان يكون هناك موقف واضح لمنع تكرار مثل هذه الاحداث على فكرة ده مش شغف هات الصورة تانية اللي احنا شفنا ده محدش يقول لي ده شغف همسك يعني انا همسك البتاع دي دلوقتي يورميها على حد يبقى ده شغف يبقى حماس ولا ايه في فيديوهات انا يعني اتكلمت في الموضوع ده بالراحة مبارح والنهاردة انا يهمني الشكل العام لكرة القدم المصرية وحماية التحكيم المصري انتقد اداء زي ما انت عايز ولكن ليهم حق ان هم يخرجوا في امان ويديروا مبارياتهم في امان مهما كانت الظروف عندهم اخطاء كل الحكام عندهم اخطاء وبننتقدهم بشدة بننتقد اداءهم بشدة في هذا البرنامج بالمناسبة ولكن حتى الحكم اللي لعب مبارح وحكم كاس العالم له اخطاء وقلناها ولكن هل احنا قلنا ايه بولندا دي وايه الحكم ده وايه ما قلناش الكلام ده ومناش علاقة عمرنا ما بنقول الكلام ده لكن بننتقد حاجة عملها التحكيم فيجب ان يكون هناك وقفة حاسمة من عفوا من لجنة المسابقات ومن رابطة الاندية انا معرفش الحكام الحكام تابع الاندية بس يعني يجب ان يكون هناك وقفة من كل الوسط الرياضي على اللي بيحصل ده انتقد اداء حكام ما هو على فكرة السنة اللي فاتت 17 نادي من ال 18 نادي مش عجبهم اداء التحكيم فبيبعت جوابات لكن ما شفناش ان في حد طلع يعمل كذا ولا كذا ولا كذا لان التحكيم كان ماشي في نفس الاتجاه اللي هم عايزينه او اللي حد معين عايزه فخلينا نقف في ظهر او نحمي حكامنا وانا انتقد اداء حد هيقضي يقول لي يا اسلام هو انت بتقول حاجة لا انا ما بقولش حاجة عكس والله ما بقول حاجة عكس بالمناسبة انا ممكن انتقد اداء حكام بكرة او في المباراة اللي جاية ولكن بانتقد اداء وليس اشخاص اتمنى ان يكون هناك وقفة حاسمة في هذا الامر لانه اللي بيحصل ده عيب عيب وحرام